موسيقى تخلص زجاجة يوما ما من عطرها ولكن تبقى رأحتها عالقة في القلوب والعقول حقيقة فعلا اختيارنا العطر بشكل اهمية كبيرة بالنسبة لنا وكمان اهمية كبيرة بالنسبة للشخصية بيحدد شخصيتك وكمان بيترك اثر حسن في قلوب وعقول المحبين والمحاطين بك كتير جدا بيتذكروك بالعطر بتاعك كتير جدا مر عليهم العطر بتاعك محفور في القلب وفي العقل بتاعهم مهم جدا اختيارك العطر ومهم جدا اختيارك وتحديدا شخصيتك في العطر مش اي عطر تقدر تستخدمه نحن نفرق بين الزيوت الطبيعية والزيوت اللي بتتم تصنعها عن طريق المعامل ككيميكال لان فيه زيوت كتير جدا بيتم تصنعها نعتبر زي رحة الماء رحة المطر وده اللي هنيجي دلوقتي ليه دلوقتي في العطر بتاعنا وهنعرف ان فيه بعض منه بيتم تصنيعه مادة كيميائية طبعا مادة كيميائية بيتم في المعامل ولكن يعني الى حد ما هي مصرح بها عالميا يعني وزارة الصحة العالمية هي مصرحة بيه بس طبعا بالنسب معينة طيب نشوف العطر بتاعنا النهاردة المكون منير اللي هو الزعفران والمسك اول حاجة هنلاقي الزعفران تاني حاجة هنلاقي رحة الماء رحة الماء طبعا رحة الماء طبعا في رحة المطر لما بتنزل على طراب او رحة المطر لما بتنزل على غابات دي ليه ريحة او نكهات معينة بيتم تصنعها طبعا في المعامل رحة الماء طبعا طبعا امواج الامواج نفسها بتطلق الامواج ليها ريحة بيتطلق بيكون ليها ريحة كده معينة او طبعا او ماء جاري ليه ريحة كده معينة طبعا مختلطة طبعا بالعوامل الجوية دي بتكون لها آآ طبعا بيتم تصنعها برضه في المعامل يبقى انها الزعفران ورحة الماء في البداية طيب وسط العطر مكون من ايه مكون من المسك ومكون من آآ الارض ومكون من الفلفت والبنافسج. البنافسج طبعا زهور من الظهور الزهرية المميزة. الورد والزهر طبعا بيتم تصنع من استخراج من الورد والزهر نفسه. من البنافسج وتعتبر مصر رائضة في زراعة البنافسج في حوالي خمس كرة مميزين جدا بصناعة الكرة كلها مميزة بصناعة البنافسج والياسمين. وطبعا مع الياسمين هنفرد حلقة كاملة لياسمين لاهميته في صناعة العطور. البنافسج مهم برضو الشامة بتاعته بردة. مميزة. طبعا من الفرشات. خصوصا في فصل الصيف بيتم تصنيعها طبعا الزهور العطرية بتكون مميزة جدا بالنسبة. الفصل الصيف مهم ان احنا نستخدم فيه جميع عنواع الفرشات والأحماض والبرتقان والليمون كل ده زيوت الطبيعية لو انت شفتها في العطر فهو العطر مناسب لفصل الصيف. طبعا مع الاجواء الحر احنا بنحب ان احنا نستخدم اشياء تكون فواحة في نفس الوقت. تضيع رياحة العرق وكمان تضيف اضافة مهمة جدا بالنسبة لها. طيب. اه اه اللي موجود في القاعدة الاطرية? الموجود في القاعدة الاطرية لا يخلو طبعا من ضيهن العود والعود. ريخت البخور طبعا لنا ريخ البخور بتختلف تماما عن ريحة الضهن العود. دهن العود. اه خلينا نقول لما هو هنا موجود دهن عود بيور. بيور دهن عود اه اللي هو دهن العود المعتق. عبدالصومة القرشي عنده بباع كبير جدا من الاضهن دهن العود المعتق لفترات من السنين والحقيقة ان هما ليهم مزارع خاصة يعني على مستوى الشخص اعرف المعلومة ليهم مزارع خاصة وليهم مصانع خاصة اه طبعا بيتم بتصنحها كل شيء تحت اشرفهم يعني من اول النبتة ما بتطلع من دهن عود طبعا لحد ما تطلع شجرة على مدار طبعا السنين فالمزارع كلها خاصة بهم فهم بيجيبوا العود اه اه طبعا ينقوا وبيعرف طبعا الفرز ده فرز اول فرز تاني فالحقيقة طبعا بيتم تعتيق دهن العود على الطرية القديمة اللي طبعا العدد من فترات من السنين لو عود عشر سنين خمس شار سنة خمسين سنة والحقيقة ان دهن العود موجود عند عبدالصامر القرشي معتق لعدد من السنين فلا هو لما بيذكر لك دهن عود معتق هو فعلا دهن عود معتق وليس فقط الاستهلاك التجاري فده برضو شيء مهم جدا طيب هل دهن العود دلوقتي بيتم تعتيقه زي زمان لا الحقيقة ان مع التطور الزمن اصبح دهن العود بيستخرج منه آآ نسبة الرطوبة هو يعني ايه تعتيق بس عشان الناس برضو تكون فاهمة دهن العود دلوقتي لما بيجي ينطبخ آآ اول حاجة بتحط طبعا بتبشر بشر صغير كده آآ زي النشارة الأخشاب وبعدين بيتم ترقيده في آآ مية وبعد كده بيتم استخراج الزيت منه عن طريق التقطير سواء اختلفنا على الطريقين سواء طريقة الحطب او طريقة الغاز وهرجع اقول لك برضو ان طريقة الحطب مهمة جدا آآ لان طريقة الحطب تعتبر اقدم والافضل في النكة بتاعة العود فبرضو انت طب انت هتعرفها ازاي كمستهلك الحياة بتقدر ان تتفرقها بين الاسعار لو عند عبدالصامد الكرشي اعلى من الف ومئتين دهن عود كدهن عود ده عن طريقة الحطب حتى لو مش معتق بس طريقة الطبخ بتاعته عن طريق الحطب من تمنمية والتنازل ده عن طريقة الجاز فده طبعا مهم جدا ان انت تعرف انك هتين ده بس بالنسبة الاسعار طبعا اما اختلف طبعا الشركات التانية تقدر من من طبعا من حسة الشامبة تقدر تميز بين الاتنين لان واضح بين الاتنين مختلفين تماما من طريقة الحطب وطريقة الجاز طيب بعد ما بيتم ترقيد الخشف في دهن العود بعد كده بيتم اه وضع الادور لمدة حوالي تصل لعشر ايام لخمساشر يوم طبعا مولايدي على النار سواء غاز او حطب بقى زي ما قلنا بعد كده بيتم استخراج الزيت العطر منه بعد استخراج الزيت العطر منه اه الحقيقة ان هو بيكون في نسبة رطوبة نسبة رطوبة حتى موجودة طبعا اه ريخة الكمكمة بتاع الدهن العود بتحس فيها بريحة معينة طبعا في عملية تخمير بتحصل قبل كده قبل ما بيتم وضعه في عملية تخمير بتحصل اه لديه الانشارة اللي هو الاخشاب بتاعة العود اه بتصل مثلا لسبع ايام فيه فرق بقى بين قعدة يومين او تلت ايام او اربع ايام او خمس ايام بتكون في ريحة سويتية في ريحة سويتية حادة في بتكون ريحة بردة طبعا على على حسب التخمير بتاعته هنا احنا بنتكلم طيب بعد مستخرج دهن العود الحقيقة ان فيه بكون فيه نسبة رطوبة نسبة رطوبة دي عشان نشيلها عشان نشيل نسبة الرطوبة ويتفاعل اكتر ويحصل سبات اكتر لدهن العود لازم نشيل نسبة الرطوبة اللي موجودة في دهن العود ده فنسبة الرطوبة دي بتتشال ازاي بتتشال بالتعتيق طيب تعتيق ليه طرق معينة يعني طبعا ليه تغليف معين لوضعه معين كمان تحت الارض بيتم اه يعني وضعه تحت الارض عشان اه الرطوبة ما توصلوش في اجواء معينة في درجة حرارة معينة اه طبعا درجة حرارة المكان يكون اه مناسب اه كل دي عوامل مهمة جدا استخراج ده لتعتيق دهن العود الطرق الحديثة دلوقتي مختارة اه فيه اشياء دلوقتي عبارة عن حبيبات بيتم تصنحه في المعامل برضو ولكن المادة دي بتتحط فقط على في علبة كده موجودة بتحط على دهن العود وطبعا زجاجة دهن العود بعد ما تفتح بيتم استخراج الرطوبة دي منها حتى انت بالنسبة لك لو قدرت ان انت تسأل عليها لو هتستطع عند كيميائيين او حد تقدر تستخدم المادة دي اه كمان تستخرج دهن العود من دهن العود اللي انت شاريه اصلا يعني ايا كان انت شاريته والحقيقة ان هي عليها فعالية جامدة جدا اه طبعا اه بتشد او او بتسحب درجة البرودة اللي موجودة اه في في الاجواء حوالين دهن العود الرطوبة دي كلها بتتجمع في العلبة دي وطبعا العلبة دي بتكون عبارة عن صندوق كده طبعا بتكون مية فده اه معنى كده ان هو شد الرطوبة من اه دهن العود فده برضو اه بالنسبة لتعتيق دهن العود عشان برضو ان نكون فاهمين الصورة واضحة وتكون عارفين ايه اللي بيحصل ورا الكواليس وايه يعني ايه تعتيق يعني ايه طبعا العدد من السنين يعني ايه خمسين سنة لتلاتين سنة لكن ده لا ينفي ان فيه تعتيق على الطريقة القديمة وفيه تعتيق فعلا ويصل لعدد من السنين وده طبعا بيكون سعره اعلى واغلى. طبعا الموضوع داخل فيه قصص كبيرة جدا بس انا حبيت ان انا اسرد لك الموضوع في البداية عشان بس تكون فاهم القصة الموجودة فيه. نرجع لكلامنا دهن العود اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هو دهن العود فعلا معتا موجود من عبدالصامر الكرشي. الحقيقة ان عبدالصامر الكرشي في العطر ده موجود فيه المسك في القاعدة العطرية. هل هو موجود اه موجود كده اعتباطها? لا. الحقيقة ان موجود بصمم العطر مختياره بشكل زكي جدا. وآآ موجود فيه القاعدة العطرية لان المسك بيساعد على عدم تطاير الزيت العطري. يعني ايه تطاير الزيت العطري? آآ نقول لك ان الزيوت العطرية بطبيعتها طيارة. يعني مثلا الزعفران الورد البرغاموت الليمون. اي زيوت عطرية. آآ سواء مصنعة او سواء طبيعية طبعا طيارة بشكل كبير جدا. وكمان الورد آآ طيار بشكل كبير جدا. يعني طيار يعني مثلا مقسمة يقعد ساعتين. ايه اللي بيخلي العطر آآ يحصل على جودة? وفي نفس الوقت يقول لك العطر جودة كويسة وسبات كويس ومعاه ملتد ليه فترات يقعد لأومين يقعد لتلات ايام. الحقيقة ان النقطة العطرية او الهرم العطري. الهرم العطري مهم جدا لعدد زيوت كبير والزيوت الكبيرة دي يعني عدد زيوت اكبر والزيوت الكبيرة دي بتقعد فترات اطول معك. يعني كل زيت لو هو يقعد ساعتين. لأ عدد مسلا ست زيوت هيقعد معاك ست ساعات هيقعد تمن ساعات. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين جودة الزيت العطري. جودة الزيت العطري هو رقم واحد محدد للسبات بطلعة. اي حد يقول لك كده فعلا هو فقط آآ كلام الاستهلاك التجاري. ولكن في مواد صناعية بيتم اضافتها لآآ المسبتات. آآ في موجود المسبتات. ولكن لو اضافت كمية كبيرة جدا من المسبتات. وجودة الزيت العطري غير طبيعية او جودة الزيت العطري. آآ المادة بتاعتها آآ مش كويس. رقم واحدة بتاعها مش كويس او مضاف عليه اضافات زي الزيت ارجان زي الزيت طبعا اللي بتضاف اليها زي دهن العود او حاجات زي كده طبعا آآ فقط للجش التجاري. آآ مش هيثبت معاك العطر. فقلنا ايه? فقلنا لازم يكون جودة الزيت العطري نقية. وطبعا كلنا بنتاجه للطبيعة والزيت الطبيعية افضل وانقى الانواع الزيت الموجودة في الاسواق طبعا. بعيدا عن المواد الكيميائي. آآ ده رقم واحد. رقم اتنين طبعا قلنا ان الهرم العطر. الهرم العطر بشكل معاك آآ ثبات وطبعا فترة اطول. مقدمة العطر بتقعد معاك حوالي ساعتين من نص ساعة لساعتين طبعا على اختلافها. آآ هنا برضو هتقعد معاك وقت اطول لان هنا العطر مختلف. آآ بعيدا عن الريتنجات وطبعا الاحماض آآ يعني طبعا الليمون والحمضيات يعني بشكل عام. فهنا هيقعد معاك وقت اطول لان هنا العطر موجود فيه عطر عربي. آآ كمان قاعدة آآ وسط العطر يقعد معاك من ساعتين لاربع ساعات. آآ قاعدة العطرية تقعد معاك آآ من اربع ساعات لست ساعات ماكسوم. طبعا جودة الزيت العطري في الاجواء البردة عوامل كتير جدا بالتحكم في السبات منها درجة حرارة الجسم. درجة حرارة الجسم سواء برودة او الاجواء الباردة حواليك او الاجواء الحارة. مهم جدا اللي انت تعرف المواضيع دي كلها وتعرف آآ طبعا آآ ليه هم ليه مصممين العطور بيصمم عطر ويقول لك ده العطر ده صيفي او العطر ده شتوي. لان العطر ده صيفي هو موجه لفصل الصيف. يتفاعل كمان مع الحرارة. بانتشر انتشار واسع. في نكهات عربية طبعا هنا دهن العود بانتشر انتشار واسع. هنا كمان ريحة البخور وكأنك متبخر. والحقيقة ان حركة زكية كمان من آآ مصمم من العطر انه هو ضيف لك دهن العود وريحة البخور. حقيقة طبعا في المجتمع عن الشري وطبعا تحديدا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. لما بيجي بتعطر بتبخر الاول بالمبخرة وبعد كده بيحط العطر بتاعه. فطبعا ده استهلاك بياخد وقت كبير جدا موفر عليك وقتك وتشتري عطر موجود زي ده بيوفر عليك الوقت هو بيجمع لك بين البخور وبجمع لك بين بجمع لك بين دهن العود. فالحقيقة ان ده برضو مصمم العطر برضو بحاول ان هو يلبي رغبات المواطنين طبعا الرغبات المهمة جدا ان احنا كلنا بتدور عليها وتوفير دلوقتي. حقيقة ان العطر فواح مميز في نفس الوقت بتدي لك انطباع جيد جدا. النقطة العطرية بتاعته مميزة. اه كمان لو انت حاب ان انت بتحصل على العطر بازن الله هسيب لك الرابط اسفل الفيديو. كان معكم احمد شبرو وانت بتشوف قناة صفة لعدو العطور. اه طبعا هسيب لك تسجيل تقدر تسجل معانا. يجي لك العطرات وخصومات من عبدالصمت القرشي. شكرا اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة